فأعمالك الظاهرة هي دليل على ماذا؟ على باطنك أعمالك الظاهرة دليل على باطنك فإذا صلح الباطن صلح الظاهر وإذا فسد الظاهر فهذا دليل على فساد الباطن ونحن نستفيد قاعدة أن كثير من الناس اليوم يروجون خاصة في وسائل التواصل يقول قد ترى متبرجة ولكنها مؤمنة وقد ترى سكيرا ولكنه يقوم الليل وقد ترى متسترة ولكنها في الخفاء فاجرة ونحو هذه العبارات ولا شك أن هذا من تهوين المنكرات وتقليل الأعمال الصالحات فهم يقللون من شأن العمل الصالح الظاهر ويهونون من المنكر الظاهر وأنا وأنت مطالبون بالحكم على الظواهر لا على البواطن لأن البواطن أمرها عند الله البواطن أمورها عند الله وسرائل القلوب عند علام الغيوب فمن أظهر لنا صلاحا قلنا هو صالح ومن أظهر فسقا قلنا هو فاسق ومن أظهر كفرا قلنا هو كافر ومن أظهر شركا قلنا هو مشرك وهكذا لأن الأحكام تكون على الظاهر أما البواطن على الله سبحانه وتعالى فمثل هذا الكلام الذي يروج في وسائل التواصل إنما هو تقليل من شأن العمل الصالح الظاهر وتهوين من المنكر الظاهر والرد عليهم نقول لو صلح الباطن لصلح الظاهر ولكن فسد الباطن ففسد الظاهر هذا هو الحكم ولكن لا شك أن من أظهر منكرا ظاهرا لا يسرط أن يكون كافرا فقد يكون عاصيا فاسقا ولكن نحكم عليه بما ظهر منه لأن هذه القاعدة الشرعية ولذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ماذا قال؟ قال إن الوحي قد انقطع إن الوحي قد انقطع لأن الأمور الباطنة قد يبينها الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم لكن الوحي انقطع وإننا نأخذ الناس بظاهرهم فمن أظهر حسنا حكمنا له بذلك ومن أظهر شرا حكمنا له بذلك أو كما قال رضي الله عنه وارضاه المهم قاعدة الشرعية الحكم بما ظهر لنا أما البواطن والسرائر فأمرها إلى الله سبحانه وتعالى